موسيقى يعني أهلا شهر الخير والبركة بجد شهر رمضان بركته حلوة والناس في الشوارع بقالنا قبل الشهر الفضيل 3-4 ايام الشوارع مستحمة بشكل غير طبيعي بس مع الاستحام ده في بهجة الناس يعني أول مرة كمان أشوف الحاجات اللي هي بنقول عليها ديكورات رمضان الناس اللي بتشتري حاجات لطيفة وتعمل زينة في بيوتها تجار كتير وشباب كتير بيشتغلوا فيها والناس مقبلة جدا عليهم أنا ببقى شايفة أنه المصريين دول جمال يعني هو شايف أنه الشهر ده هو شهر الخير والبركة كمان عايز بيت ويبقى كمان مبتهج جدا زيه الناس مرح شفت حاجة لطيفة جدا وأتمنى أن احنا كلنا نشجعهم الشباب اللي بيبقوا موجودين في الشوارع عربية صغيرة بيعمل شيء وقهوة برح شفت شباب بداية برح طبعا السحور أول يوم سحور فالشباب بالليل مثلا ترابيستين وشباب شكلهم بتوع جمعة وجايبين قدرت فول وتاصة للبيض وعيش كده في السريع وطبعا يعني رقم زهيد جدا اللي بيسحر بين ناس الشباب دول بجد محتاجين كلنا نشجعهم حاجة كده مبهجة وناس مبهجة وإن شاء الله يفضل ده هو شهر الفرحة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى السلوجن ده وهو حقيقي هو شهر الفرحة عند المصريين تعالوا نكمل الفرحة وده كان قبل صلاة الفجر بالأمس يعني افتتح سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الحديثة وطبعا هذا الافتتاح كان بحضور شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف والدكتور محمد مختار جمعة وعدد كبير من رجال الدولة هذا المركز اللي حضراتكم بتشاهدوه على الشاشة ويتفقده السيد الرئيس هو مركز مصري ثقافي إسلامي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة ويعد إنجازا كبيرا من أهم المشروعات اللي تم إنشاءها في العاصمة الإدارية الجديدة وأنا شخصيا بما أننا نمتهن مهنة الإعلام لما شوف اهتمام الدولة بأنها تعمل لك صرح ثقافي كبير يتقدم فيه كل الأشياء ويتقدم فيه لأنه أنت هنا تخاطب الوعي والعقل فكلما يعني العقل كده كان فيه وعي كبير كلما أنت تقدمت بشكل كبير المركز كمان فيه أحدث الإمكانيات العالمية حتى يصبح مركز بمستوى عالمي ويهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي لما تيجي كمان تسأل أي حد في أي مجتمع وتقول أنا عندي هذا المركز الكبير وإزاي الناس بتتقدم بتتقدم علشان أنت عندك مركز كبير يخاطب العقل تقدم فيه ثقافة تقدم فيه حوارات مختلفة تقدم فيه مثلا توعية معينة تقدم فيه يعني فنون متنوعة من الثقافة وكمان الخطاب الديني لما بنيجي نتكلم عن الخطاب الديني أنت هنا لما تعمل هذه المراكز الثقافية يبقى هنا عندك يعني كتير بقى من الوقت أنك تقدم أشياء بإمكانيات حديثة تعمل بريزنتيشن تعمل شرح تستعرض مثلا فكر معين ويبقى فيه مناظرات معينة أو تقدم كمان أشياء يعني نقدر نقول تثقف الجيل الجديد وتدي له حاجات جميلة كمان الأجمل ويريت استأذن مخرجنا عمر يرجع لبعض المشاهد بالأمس أنا كنت سعيدة كلنا كنا في البيت وقت السحور فكان شيء مبهج عارف حاجة من بلدك كده وصرح كبير والناس بتتصحر يعني تحس كده وكأن مائدة السحور امتدت حتى وصلت إلى العاصمة الإدارية يعني الحقيقة كان مبهج قوي المنظر وسيد الرئيس الحقيقة كعادته دائما وهو يعني استخدم كده أنه يعني يثني ويقدر السواعد العفية اللي كان لها هذا القدر فيه أنه هذه العاصمة والناس تبقى موجودة في هذه الافتتاحات تعالوا كده في هذه التفاصيل مع الدعية يسري عزام أحد علماء وزارة الأوقاف مساء الخير يا فندم مساء الخير يا أستاذ شفت على حضرتك وعلى مشاهديك الكرام كل عام وأنتم بخير جميعا كل عام وحضرتك بألف خير يعني أنا سعيدة جدا أنه يعني نفتتح هذا المركز في ليلة يعني قدوم الشهر الكريم فكلمني عن هذا المركز يعني حضرتك يا دعية ما الذي تتمنى أنه يقدم في هذا المركز صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاء أما بعد يقول الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعوا الحمد للأمس تم ستاح المسجد مصر الجامع المبارك وهو أكبر جامع في مصر وكان الصرحة يعني عارمة بالأمس بحضور سيادة الرئيس وبحضور جميع طائف الشعب المصري الكبار وصغار وشباب فهذا فضل الله سبحانه وتعالى وكرم الله وصلينا الفجر اليوم في هذا المسجد المبارك ورفعت فيه صيغة التكبير والأذان وفرحنا جميعا بهذا الاسفتاح المبارك لهذا المسجد العام جميل يعني كمان عايزة أعرف من حضرتك يعني هذا المركز حيتم فيه أيضا دروس وحيتم فيه يعني يعني مواد دينية وثقفات ومراجعات وكتب وأحديث يعني كلمني عن يعني ما هو الشكل اللي حيبقى موجود من هذه الثقافات المختلفة داخل هذا المركز الكبير يمكن يا حيات المميزة فجئنا لأول مرة ويمكن دي كانت مفاجأة بالأمس أن مصر أطلقت مصحف مصر ويعني أن مصحف يحمل اسم مصر هذا شرف عظيم وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى وجدنا المصاحب الموجودة في المسجد الأمس تحمل هذا الاسم المبارك مصحف مصر وهذا يعني أدل دليل على أن مصر بلد القرآن التي تصدر العلم والقرآن إلى العالم بأسره فهذا من صد الله علينا ومن منه بهذا المكان المبارك حوى هذه المخطوطات وفي مصحف لسيدنا عثمان بن عسان مصحف كبير جمع هذا المصحف ونسخت منه نسخ المصحف الشريف الموجود الآن في كل العالم هذا المصحف موجود عندنا في مصر في هذا المكان في مركز مصر الثقافي فكل ده فضل ومن من الله وكما سمعنا بالأمس أن المكان ده هيكون مكان لإعداد وتأهيل المؤذنين والمفتهلين والمنشدين ليصدروا الإنشاد حول العالم ونصر واللادة التي أنجبت الشيخ عبد الباصط والشيخ البتشاوي والشيخ القصري وأنجبت الشيخ الفشني والشيخ النقشبندي والشيخ طبار تنجب غير هؤلاء كثير وكثير إن شاء الله وفي دعم ما يعني لا محدود من الدولة لكل المبتكرين ولكل المبدعين أكيد الداعية يسري عزام أحد علماء وزارة الأوقاف كل سنة وحضرتك بألف خير وإن شاء الله يكون هذا الشهر الكريم شهر جميل أنا كمان سعيدة مش بس بالفتتاح ده لكن كمان حتى الدراما يعني أنا سعيدة بمسلسل الإمام لأن مسلسل الإمام هي فرصة إن انت حتى ما عندكش وقت رسالة الإمام أو زيارة الإمام يعني كما نتخيلها يعني بيقولولي رسالة أنا عارفة يا جماعة أن هي رسالة ولكن أنا هي زيارة قام بيها من بغداد إلى مصر وبعدين حنشوف الأحداث دي فرصة عظيمة للناس اللي ما عندهاش وقت إنها تقرأ إنها تتابع لأن الدراما هنا بتشتغل على أشياء وتفاصيل كثيرة جداً وحيكون فيها عمق أداء الممثل هنا إنه يوصل لك عمق ما حدث بوجهة نظر بطريقة الدراما والشكل الجميل اللي حتقدم به أعتقد دي فرصة كبيرة جداً إن إحنا كمان نتعرف على حاجة مهمة جداً يعني ونشوف يعني كيف كان التاريخ في هذا الوقت طبعاً بالأمس كانت بداية الشهر الكريم وكانت أول ليلة ليلة الصحور واليوم هو أول أيام الشهر الكريم كل سنة وانتم طيبين فاصل وانا تواصل ففضل أبداً لن تنتهي الحدوتة ولن تتوقف الغنوة التي أخرجت للنور خلاصة من أرق الأجيال الذين ترسخت في وجدانهم أجمل القيم وأسروا مصر بما اتدخروه من قصص صاغتها عبر صوتها الرخيم المميز الذي عشقته آذان الأطفال إنها المحامية فضيلة توفيق أو أبلة فضيلة التي هجرت المحامة وكرست حياتها لتربية أجيال من الأطفال يداً بيد مع آبائهم وأمهاتهم فكانت دون مبالغة مدرسة للحياة وحمل كل من في ذكرته قصة بعينها سمعها من أبل فضيلة وظلت تؤثر في سلوكه وحياته ليس في طفولته فحسب بل استطاع صوتها أن ينفذ عبر المراهقة والشباب ويتخذ مكاناً لا يدانيه مكان لصوت آخر ولدت فضيلة توفيق في الرابع من أبريل من عام 1929 بحي الظاهر لجد كان يجمع أحفاده ليقص عليهم القصص الديني مما أسرى خيال الطفل فضيلة لتؤدي دور قدها وتجمع أطفال العائلة وتقص عليهم قصص الفيلكلور عملت أبل فضيلة في بداية حياتها في المحامة بمكتب حمد باشا زاكي وزير النقل أنذاك وبرغم أنه هو من اختارها لتفوقها فقد قرر أن يصرفها عن العمل ونصحها أن تتوجه للإذاعة حين قامت بعقد الصلح بين موكلين لديه وبالفعل دخلت فضيلة مبنى الإذاعة كمذيعة لنشرة الأخبار وتتلمزت على يد حسن الحديد وحسن خطاب وبابا شارو الذي عملت مساعدة له في برامجه للأطفال ثم تولت مكانه رئاسة برامج الأطفال وقدمت برنامجها الشهير غنوة وحدوتة منذ عام 1959 لم تبرح أبل فضيلة موجات الأثيرة رغم عروض للعمل أمام شاشة التلفزيون إلا أنها تمسكت بمايكروفون الإذاعة لتتسلل لوجدان الأطفال عبر برنامجها الخالد غنوة وحدوتة إلى جانب صلاح جاهين مؤلفا لأغنيته والسيد بكاوي ملحنا ترحل هناك عن عمر يناهز 93 عاما تاركة ميراسا لا يقدر بثمن يعني أبل فضيلة الحقيقة جزء من الوجدان وجداننا وتاريخنا وذكرياتنا يعني مين ما ترباش على هذا الصوت الجميل الصوت كمان مش بس صوت جميل صوت عنده وعي عنده ثقافة عنده اهتمام بطفل صغير لسه بينمو بينضج إزاي تديره النصيحة وإزاي تقنعه وإزاي صوتها يوصل لعقل الطفل في الوقت ده وإزاي تقدم الحدوتة اللي تبقى ليقة على الزمن ده يعني ياولاد ياولاد يعني محدش ممكن ينسى يعني كان لها الشرف بجد إني حورتها أكتر من مرة ما كانتش سعيدة قوي لما بدأ التلفزيون يطلب منها أنها تطلع ونعمل لقاءات معاها كانت عايزة تفضل دايما في خيال الأطفال أو حتى الأطفال اللي تربوا على صوتها وبقوا خلاص يعني رجال عظام أو سيدات عظام لأنه شايفة أنه طول الوقت هذا الخيال هو اللي صنع يعني العلاقة ما بينها وما بين الطفل فكانت دايما عندهم خيال حلو وجميل يعني رحلت يعني الإزاعية الكبيرة القديرة طبعا الأستاذة فضيلة توفي أو قبلة فضيلة زي ما بنقول وكانت بتسجل طبعا هي يعني جزء من مبنى ماسبيرو جزء يعني مهم جدا من الإذاعة المصرية قدمت نشرات الأخبار الأول وبعدين طبعا بعد كده تخصصت في برامج الأطفال وفضلت غنوة وحدوتها هي العلاقة الوطيدة اللي بينها وبين أجيال كتيرة جدا كان طبيعي أن كل وسائل الإعلام العربية اليوم تتصدر عنوان مهم وهو مصر تنعي قبلة فضيلة أشهر مقدمة برامج أطفال في مختلف المؤسسات طبعا الدولة كمان قدمت هذا النعي ويعني على رأسهم الهيئة الوطنية للإعلام المجلس القومي للمرأة وكمان تنسقية شباب الأحزاب والسياسين ووزارة التضامن وخليني يقول نيابة عن جيل كامل كان بيسمع قبلة فضيلة الكل الحقيقة كان بيقول رحم الله قبلة فضيلة وأسكنها فسيح جنات وحتفضل دايما في الذاكرة بكل حكاياتها وكل غنويها اللي قدمتها هنروح لحاجة برضو بديعة أنا بسوفها بديعة حكاوي الأهوي يعود من جديد في رمضان إمكانيات جديدة توثيق روح مصر ولياليها وبساطة بقى يعني وكأن ابن الوز عوام المزيعة الجميلة رشال جمال بتعود علشان تكمل إرث كمان عايشنا معاه في حكايات المصريين مع الأستاذة والإعلامية الكبيرة سامية الإتريبي ورشال جمال الحقيقة بتقدمه بأسلوبها وبطريقتها في السرد وبنفس الحكاوي ولكن بزمن جديد وبتمتعنى الحقيقة لأن هي مهتمية قوي بالموضوع مهتمية بتفاصيل المصريين حكاياتهم المختلفة وفرصة وانت بتسمع الحوار النهاردة يعني سريعا لأنه كان بعض الفترة على طول أنا سمعتها اللي هو هتقول الله المبدعين دول موجودين في مصر هي دي رشال جمال وهو ده حكاوي الأهوي خليني أمسي عليها الإعلامية يا رشال جمال مساء الخير يا رشال يا صفكي ايه التقديمة تجنن دي لا لا أصلي انت يعني بنت حبيبتنا كلنا يعني مين ما يحبش الأستاذة سامية الإتريبي أنا ياما ساعدتني بجد عايزة أقولك يعني بجد أنا ياما كانت بتشجعني وبتساعدني وعمري ما نساه وانت بجد ابنة الوز أعوام يعني عاملة حالة حلوة مثلا لفت أنا بفرح قلية فكي في الشارع لما الناس بتقولي كده بفرح بشك طبعا أكيد انت عاملة حالة حلوة جميلة كلها رقي وبعدين بتطمينينا على أهلينا يعني بتخلينا نشوف الإبداع ببساطة يعني أنا عارفة أن مصر مبدعك اللي مين ينسي على التفاصيل لا العبوة في مصر خطيرة يعني أنا كنت فاكرة كنت فاكرة أن الدنيا بقت أقل وأن الصناعية بقى أقل أو الحلاوة اللي أنت كنت متعودرة عليها زمان قالت هي بس اختلفت لكن نفس العمق في الشخصية المصرية موجود نفس المفردات العجيبة اللي بتكون الشخصية المصرية موجودة بس على جديد يعني مختلفة من اللي احنا نعرفه من الزمان بس هي فعلا مصر ولادة يعني يعني شارع غني جدا 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 أنا باتفق معاكي الشارع في مصر حالة لوحده يعني هو الشارع بناسه بالمصريين حالة لوحده انتي بتمشي بتمشي 15 متر يا شاف تتسلمي على 7 بني أدنيل بالبوث والأحضان يعني كميء رشا اعتقد احنا بنشوف معايكي حارة دي الحلقة الأولى النهاردة حارة السقيين وانتي موجودة وأنا طبعا بحييكي الأناقة والجمال واللبس اللطيف المصري يعني بتعيدي برضو نفس اللي كانت بتقدمه الأستاذة الرائعة ما نورفت الكاراتين يا شافكي الحاجة معايا طبعا 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 لا بس يعني كمان برقية وحداثة الزمن يعني بطريقة جديدة الحلقة دي كلميني على تفاصيل انا شايفكي في الشارع وشايفكي معاهم في كذا مكان فيها كذا بطي احنا بنصور في عبدين احنا عندنا كذا حي كده بنصجل بنصور فيه كتير اللي هي مثلا لازهر طبعا والحتة بتاعة القلعة وسوق السلاح والحتة القديمة دي اللي عند باب دولة وكده بنصجل فيها كتير وكمان في عبدين عبدين دي كتكتشاف بقى هو حي متوسط مصري رائي بيدل على بجد بجد رقي الطبقة الوسطى بتاعة جمهور المصري بجد بجد وانا سعيدة انه الناس لما بتروح لهم كمان يا راشا بيبقوا حاسين انه هم مهمين وده شيء جميل انه كمان انتي كاعلامية والاعلام يوصل للناس المهرة دول ويحسسهم بقيمتهم دي رسالة لوحدها يعني اللي هو انت مهم ببسطتك بكل حاجة قلتنا بعد اقول كده المخرجين كمشتغل مع تلات مخرجين التلاتة اشتر من بعض مع مدير تصير وكذا مدير تصير دلوقتي كل شوية قلهم مين غيرنا بس هيطلع ست اللي وقف على مصرمة التوم كأنها كلوديا كاردنالي ايه اللي حمار صحيح ايوه هي ديمة هناك والناس تبكلميني انتي عاملة عاملة حلقات في ايه السنة دي احنا عامدنا حلقات كلها احنا الوقتي في القاهرة اول عشر تيام تصوير او اول اربعتاشر يوم تصوير في القاهرة وبعدين ان شاء الله هنروح دوميات والمنصورة وبعدين هنروح اصوان ان شاء الله اصوان دي الختام بقى اصوان من اخر حلقات بقى اكيد انا متأكدة ان احنا هنستمتع بيكي وسعداء بتقدميه وسعداء بالموجود حلقات كتير على كل المفردات اللي ممكن تتخيليها بقى بتاع العصير وبتاع الكوشي والمتحراتي وكل اتنام دا غير بقى الابطال اللي بيطلعولنا كده ما نبقاش عاملين حتابنا عليهم خالص طبعا ايوه المفاجئة اللي بتقابليها في الشارع دا صحيح البطل الشعبي دا اللي بتلاقيه كده صحيح البطل الشعبي دا هي هي زي ما انتي قلتي الشارع المصري في حد زيته هو متحف جميل يعني مليان بقى صناعية وناس حلوة وناس عايشة وناس رادية انا بشكرك جدا يا رشا وان شاء الله نستمتع ونكمل معاك برنامج حكاوي الأهاوي بشكرك جدا طبعا يعني انا ببقى سعيدة للحاجات الحلوة اللي بنشوفها دي ان شاء الله تستمتعوا لانه يعني الحقيقة فيه تنوع كبير جدا والمتحدة للخدمات الاعلامية عاملة تنوع كبير ومختلف يعني كل واحد حيلاقي زوق وكل واحد حيقدر يتفرج انت مش قادر تتفرج في المحطة في التوقيت عندك المنصة بتاعت ووتش تقدر تتابع فيها زي ما انت عايز يعني عندك اختيارات كتيرة جدا وان شاء الله تردي كل الأذواق وبعدين فكرة كمان الاختلاف الحلقات السنية دي فيه مختلفة يعني انت حتشوف كل النجوم فيه 15 حلقة 15 حلقة فيه حلقات طويلة 30 حلقة فحيبقى عندك فرصة ان انت تستمتع بإذن الله وتشوفوا كل الحاجات دي خلينا نروح كده على بعض بنقول شهر الفرحة ونقول برضو بعض الأخبار اللي بتهم الناس ترجعت أسعار الدواجن البيضاء أول أيام رمضان في البورسة والأسواق الشعبية في اليوم الأول من شهر رمضان وسجلت أسعار الدواجن في البورسة الرئيسية اليوم ما بين 69 و70 جنيه للكيلو والانخفاض ده طبعا لو الناس بتسأل موجود للإجراءات اللي قامت بيها الحكومة خلال الفترة اللي فاتت للتعامل مع أزمة الدواجن والدواجن طبعا زي ما شفناها والحمد لله مع بداية الشهر الكريم حصل انخفاض الأسعار وكمان فيه توفير كبير للدواجن في كل منافذ البيع خلينا ناخد مزيد من التفاصيل دكتور عبد العزيز سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية مساء الخير يا فندم أهلا بقى حضرتك أهلا بسهد المشاهدين وكل سنة وحضرت طيبة ومصر وكلها بخير يا رب دكتور عبد العزيز قولي هذا الانخفاض في سعر الدواجن بالنسبة للناس أو الفراخ زي ما الناس بنقولها بلهجتنا المصرية هيبقى سابت ومستقر ولا حيحصل كمان انخفاض أكتر هو هنقول انت حضرتك قلت تسعة وستين سبعين لا سبعة وستين الفراخ النهاردة يعني فيه انخفاض خمس جنيهات من المزرعة وده أدى إلى انخفاض الدواجن ربما تصل إلى تلاتة وسبعين أربعة وسبعين للمستالك وده شيء جيد جدا كان دائما وأبدا في أول أيام رمضان كنت بنجد ارتفاعات وفيه ارتفاعات كبير جدا وده لو قررنا هذا العام بالأعوام السابقة هنجد هذا الوضع موجود لكن الحمد لله فيه تحركات إيجابية من الدولة استطاعت انها تجيب حوالي 25 ألف طن ودخوه فيه الشركة القابضة وأهل الرمضان وده أدى إلى انضباط الوضع بالنسبة للمواطن المصري وفيه كميات كبيرة يستطيع من خلال المنافذ المتواجدة انه يجد ما يريده فيه الدواجن وبالأخص متعارفة ان الدواجن بسلعة استراتيجية كل البيوت النهاردة بتحبها في ظل تفع أسعار اللحم والحمر اللي احنا بنشوف اليومين دول ربما في الأيام الخدمة أيضا يكون فيه ثبات في الكلام ده أو ربما يكون فيه انخفاضات حتى النهاردة حصل انخفاض في سعر الدورة كان 20 ألف بقى 19 ألف وده شيء جيد جدا أتمنى مزيدا من الانخفاضات في ظل التحركات الإيجابية للدولة في استمرارية الإفراجات بالنسبة لمستلزمات الإنتاج الدورة والصوية إن شاء الله إن شاء الله هنجد يا إما ثبات يا إما بردك بعض الانخفاضات لأنه لازم بردك نقول حاجة مهمة جدا إن المواطن المصري بردك الدخل بتاعه قل شوية وضعيف فعشان كده مش هيبقى فيه زي كل الأعوام كنا بنقول دائما وأبدا في شهر رمضان تزيادة تقريبا تصل إلى 30% بالنسبة لمسحبات أنا بتالي هذا العام مش هيبقى بالشكل دوت هيبقى في الوضع الطبيعي في الأيام العادية ده إن شاء الله بإذن الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ترجع صناعة الدوائم إلى ما كانت عليه نحن أن اكتفاع ذاتي نرجع الأزمة اللي عندنا إن شاء الله نتجاوزها كي تحركات إيجابية من الدولة نتمنى الاستمرارية وإن شاء الله أنا ببشر كل الناس الأيام القادمة بإذنها يكون أفضل مع الاستمرارية في الإفراجات أكيد أنا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية وهذا الخبر اللي بيؤكد انخفاض سعر الدواجن ما بين 67 جنيه للكيلو إن شاء الله يكون هذا الشهر كمان أنا يعني عندي إيمان كبير جدا بالمرأة المصرية هتقدر تدبر الدنيا والدنيا هتمشي أهم ما هو موجود أن احنا نفضل إيد في إيد ولمتنا الحلوة على الفطار ومع بعض طول الوقت ناكل زي ما بنقول ده احنا الشعب المصري يعني يقول لك يعني اللمت يعني بصلة المحبة خروف إن شاء الله هتعدي وكله هيبقى حلو فصل قصير نعود ونستكمل معكم التاسعة أرجوكم القبرة طبعا يعني شهر الفرحة والبهجة وإنتوا عارفين ده المارثون الدرامي طبعا للدراما المصرية أو صناعة الدراما بشكل كبير الشركة المتحدة الحقيقة حرست طول الوقت على التنوع إنها تقدم موضوعات بتهمنا يعني مشاهد التلفزيون بيبقى عايز حاجة شبهه شبه حياته تناقش تطرح تعالج موضوعاته وده اللي حاصل في التنوع الدرامي سريعا جدا هنروح معاكم لكل المسلسلات وده من خلال ضيفي الناقد الفني باليوم السابع الأستاذ علي القشوتي مساء الخير مساء النور أهلا منك يعني الحقيقة إحنا أمام يعني منفسة درامية حلوة ولكن أنا كمشاهد مستفيد صحيح أنا عايز أبدأ معاك كده من الكوميديا الكوميديا اللي هي الحاجة اللي بتمتع الناس يعني هنروح فين السنة دي والله يا والسنة دي في تناوى كبيرة على مستوى الكوميديا يعني طبعا الكوميديا الصرف أو الصريحة أحمد ميكي في جزء السابع من الكبير قوي طبعا بيكمل النجاح بيكمل النجاح دي حقيقة بنشوف كمان مدام يسرى عاملة ألف الحمدلله على السلامة كوميدي بشكل مختلف عشان هي نجحت السنة فتت في الأداء الكوميدي دبا أحلام سعيدة وحقيقة أنا مبسوط بذكاءها إن هي بتخطي أو بتروح لأماكن كانت بعيدة عنها يعني بتجدد بشكل كبير وكمان بتستفاد من نجمية ونجاح الكوميديانات أو الممثلين لحواليها طبعا بتخط بنروحهم بتخطو وهم كمان بيأخذوا من خبراتها صحيح السفارة برضو عمل كوميدي لطيف جدا أكيد أحمد أمين أنا بحترم ذكاءه في اختياراته طبعا في كذا حاجة صراحة حلوة على مستوى الكوميدي أكيد طيب خلينا بقى نروح نقول دلوقتي إحنا لما نعمل تنوع يعني أنا شايفة أنه يعني كان فيه قعدة كده للتنوع قبل ما نبدأ الموسم الدرامي وطلعنا منها بعدد من الموضوعات اللي هتفرق كتير عند المشاهدين اللي هم يستمتعوا به فتروفين للأعمال دي أنا مبسوط جدا بصراحة بأن كل مش هدا قول سلبيات بس كل التعليقات اللي احنا كان لنقاط أو حتى الصحفين بيشيروا لها الشركة المتحدة استفادت منها بشكل كبير زي إيه مثلا زي فكرة اللي هو 30 حلقة فبالتالي بتلاقي الوجبة ده سماء قوي على الجمهور خصوصا الجمهور وقته دايق في رمضان فلاقينا أنه هو بقى فيه مجموعة مسلسلات 15 حلقة في مسلسل 10 حلقات في مسلسل 20 حلقة خلينا نقول إيه الخمستاشر وإيه العشرين وإيه العشر ودي فرصة حلوة أنه هي بتقدم كل التنوع ده حقيقي فيه الكتيبة 101 ده 20 حلقة وهنكمل مع عمل وطني بينتمل فكرة الأعمال التوعوية أو اللي بتبث الوعي عند الناس بعد كده هنكمل مع مسلسل حرب هيبقى في عشر حلقات في نهاية رمضان أحمد سقا ومحمد فراج فيه السفارة 15 حلقة فيه علاقة مشروعة 15 حلقة فيه جات سليمة 15 حلقة تحت الوصاية 15 حلقة الحقيقة كلما كان العدد للحلقات قليل والقضية مهمة ومكسفة ما تستنتعي أكتر وتقدري تحطي في خريط كل واحد من الجمهور اللي بحب الدراما بيحط خريطة ليه فيقول لي هتفرج على مسلسل ده 30 حلقة وكمل 15 و15 وحاجات ممكن نأجلها الرمضان صح فايبقى عنده موضوعات كتير يقدر تتابعها ويشوف أنا هستأذنك كده هنمشي زي ما أنتو بتمشي في الصحافة أسئلة سريعة حتى ناخد كل الأراء اللي هتهم الناس أنا كده كمشاهد عايزة أعرف مثلا من البداية الأول مين اللي عمل تريندينج أو مين اللي عمل تريند من الأفيشات من التتر من الأسماء مين المسلسلات اللي عملت تريند والله في حاجات كتير يعني وتريندات بقت على مستوى راقي زي يعني مثلا النهاردة تريند مع أحمد ميكي مثلا أحمد ميكي دائما بيخطف الجمهور بإفهاته وبمواق الكوميديالة بيقدمها طبعا أنه هو هتجوز على رحمة بس الحمد لله طلح حلم طلح حلم بالآخر محبي مربوحة فرحة دي لعضة ده أنت شايفه أول تريند عمله أحمد ميكي ده أول تريند طبعا هو حتى كمال لما استخدم الفنان الاستعراضية اللي ردينا قدمها بشكل شيك و لطيف ما فيهوش يبتزال وقدر أنه يخطف الجمهور هنلاقي برضو مسلسل رسالة الإمام رغم أنه مسلسل فيه عمقه فيه رسالة مهمة ومسلسل تاريخي لكن هو خاطف الناس برضو مش بتريند بقى سطحي أو بسيط لأ بتريند حقيقي الناس عايزة تعرف أكتر عن الإمام الشفعي الكادرات حقيقة يعني بداية المسلسل الخاطفة جدا فرصة فرصة للناس كمان اللي ما عندهوش وقت يقرأ وده أنا يمكن قلته في البداية أن هم يروحوا يعني يتعمقوا أكتر ويبقى فرصة الدراما كمان هتبقى يعني تقدر تقدم تفاصيل كتيرا صحيح هو عودة للدراما كمان التاريخية والدينية هل أنا قدر أديك عنوين كده وتقولي هل أنا قدر أقول أن الدراما المصرية هذا العام دراما تجولت في كل محافظات مصر ده أمر لافت جدا جدا كنت حابة بتكلم فيه أن احنا أنا بصراحة من الحلقات الأولى اللي شفتها شفت قد إيه مصر جميلة جدا جدا فوق ما كل ناس أتخيل أكيد صورة المتصدرة للناس أن مصر أهرمات لقصور أسوان اسكندرية لكن احنا شفنا مثلا وسط البلد النهاردة في مسلسل يسرى كأن أنت بتشوفي حاجة أنت عمرك نشفتيها يعني كفي أوروبا وأكتر أنا يمكن سؤالي طبعا أنا معك بأتفق جدا أنه مصر جميلة ومحافظات بس أنا بتكلم محافظات مصر من حيث المحتوى يعني أنا شايفة أنه فيه أعمال مقدمة صعيد مصر أعمال مقدمة عن الريف صحيح أعمال يعني بنعود تاني إلى قلب والعمق المصري ده شوفي رسالة الإمام جزء منه متصور في سينة فإحنا أنا شوفت نهاردة صحة رأى سينة بجماله وبطبيعة شكل القواف اللي هي ماشية الكادرات رهيبة عملة نادرة إينا شوفنا إينا بشكل رائع كمان فيه أكتر من المسلسل هتلاقي فيه في دميات مشاهد موجودة كتير في تحت الوصاية هتلاقي فيه مشاهد كتير للقاهرة بشكل مختلف بتشوف فيها من الموضوع مختلف طيب يبقى إحنا كده بنتفق أنه خليني أقول أنه المناظر عملت تريندينج صحيح ده من التريندينج طيب أنا هنتفرج شوي على بعض المناظر دي سروا الباتع بص الصورة عاملة إزاي يعني طبعا الرائع طبعا مدير التصوير الرائع سامح سليم عامل صورة أنا بتقولي الصورة دي ممكن مثلا تبقى في مدحف دي حقيقا يعني كدر كدر كده صورة بديعة إضاءة طبعا دي ما جميع لأنه سروا الباتع عمل كبير الحقيقة وطبعا فكرة أن التلفزيون السنة دي يقدم يعود للأعمال الأدبية قصة الأديب الكبير يوسف إديس ده برضو مكسب كبير طبعا دي حقيقة هو لو هنتكلم عن سروا الباتع الحقيقة الصور هنا بديعة الحقيقة المخرج خالد يوسف ما قدم عمل ضخم جدا والجميل في المسلسل أنه هو يعني عمل توازن ما بين الوقت المعاصر وفترة حملة الحملة الفرنسية احنا بنشوف الحقيقة في الجزء اللي فيه الحملة الفرنسية بنشوف جمال فضيع أنا عجبني في المسلسل طبعا أنه القصة للأديب الكبير وهي عبارة عن صفحتين بس أنا عجبني فكرة الروح الوطنية فكرة الفلاح البسيط اللي هم افتكروا أنه هو معموله إمام وهو مين وفي الآخر راجل وطني بدفع عن بلده ويقف فدي فكرة حلوة يعني فكرة حلوة أصلا بس كاملنا حلقاتك جديدة هتكشف تفاصيل كتير حرجع تاني وأقولك هل أنت سعيد أيضا أنه إحنا بندخل لعمق السعيد من جديد وبنناقش قضايا مهمة يعني عندنا كذا مسلسل في السعيد وكذا مسلسل في قضايا بريفية يعني مثلا كلمنا برضو عنها شوفي مميز جدا السنة دي فكرة أضايا النساء أو أضايا المرأة اللي بيتماضل فيها عن حقوق ولادها وعن حقوقها هي شخصية يعني مثلا عملة ندرة إحنا هنشوف قصة صراع على ميراس وقد إيه الأم بعد فقدان الأب حاول تدافع عن نفسها وعن ابنها وعن ميراسه وعن تواجدها في الحقيقة لأنه هو الأسف عندنا مجموعة مشاكل مطلقة بالميراس متقصلة في الداخل يعني في السعيد تحديدا فيه مشاكل كتير لا بيورسوش البنت مش بيورسوا البنت وحتى فيه فكرة صراعات كتير حوالين الميراس ناتجية عن فكرة القرارات اللي ممكن تكون ملهاش منقشة هنا أقدر أقول أنه الدراما هنا عندها يعني وعي كبير جدا أن إحنا ننتج موضوعات هي مشاكل الناس لب الحياة كتول مشاكل موجودة في البيوت وفي الأسر وفي المجتمع هنا دي نقدر نقول ده مكسب رقم واحد ده مكسب رقم واحد والحقيقة أن إحنا يعني محققين في ده نجاح كبير من حتم السلمة مدام فتم حمامة قدرت تغير في قوانين في أفلام كتير حركة الرأي العام اللي كريم سنة اللي فاتت حركة الرأي العام بشكل كبير بسبب القضية طيب عندنا كمان عشان نكمل ده حضرة العمدة وتحت الوصاية في حضرة العمدة وفي تحت الوصاية وبرضو دي قضايا نسائية فكرة أن امرأة تبقى هي العمدة وهي اللي بتتحكم في مصير الرجال من تحتها أو بتديرهم أو بتسهلهم حياتهم وهي اللي بتقود دي فكرة برضو لازم ننقشها بشكل كبير وهي بقت موجودة حقيقة واقعة والمرأة بقت كل حاجات وزيرة قضية رئيسة مدينة وغيرهم من الحاجات دي فدي مشاكل مهمة جدا نحن نقشها علشان تبدأ الناس تشوف أو تعرف ان هو من حق يعني اللي تحط أو اللي يود على الكرسي ويدير بني آدم سواء امرأة أو رجل طيب أنا عايزة برضو أروح لحاجة أنا شايفها جميلة جدا نجاح ياسر جلال بأنه يرجع للأعمال الاجتماعية ويرجع يقدم موضوع تاني وهو بيقدم موضوع اجتماعي وإحنا شايفين الصورة الزواج التاني برضو ده موجود في المجتمع موجود في المجتمع وهو كمان بيقدم موضوع الزواج التاني من خلال مؤامرة يعني بيحصل بلوف كده من صديقة مراته تفاصيل أعتقد أن هتلاقيها في وسط أصحابك في وسط أصحابي في وسط أرايبك في وسط ناس تعرفيهم في محيط عملك مشاكل كثيرة بتبقى حصلة والأسف مش بيبقى عليها سبوت بشكل كبير يعني فكرة أن واحدة تخطف زوج واحدة تانية وتبقى صديقتها احنا شفنا على السوشيال ميديا ترندات كتير بهذا الشكل فده واقع موجود وملموس فلازم كل القضايا تحط عليها سبوت بشكل كبير عشان حتى نوعي الأزواج ما يقعوش في نفس الفخ أو الزواجات ما تقعوش في نفس الفخ الحقيقة الحاجات دي كلها بتحرك الرأي العين وبتأثر وبتوعي في نفس الوقت بقى وكأن طارق لطفي بيرد على كل قضايا المرأة ويأخذ يعني جانب الرجال في مذكرات زوج ده زكاء كمان زكاء طبعا وأنه هو يقدم المسلسل في 15 حلقة أنت عارفها مش بالسهل على الفنان لما يكون يقوم ببطولة عمل 30 حلقة أنه هو يقدم 15 لأن لسه بعض الناس بتبص على 15 حلقة على أنه هو أقل درجة مع أنه بالعكس يمكن أنجح عملنا على مستوى الدراما كانت ما كانتش 30 حلقة كانت أقل من كده بكتير صحيح وكان فيه 8 حلقات و7 حلقات وحاجات زي كده فهو وكأنه بيوازن يعني بيجيب وجهتين للنظر وإعادة تقديم كمان فكرة مذكرات زوج مرة تانية يعني بشكل عصري بقى ده زكاء برضو اللي هو زي برضو الراجل عنده برضو رؤية ونسمعه ونشوف وعنده مشاكله كتير ودي حقيقة في المجتمع يعني بشكل كبير ومقرام المعاناية فيه تريو بقى فيه تريو حلو جدا أمير قرارة ميعز الدين وفتح عبد الوهاب والكنتو سوق الكنتو سوق الكنتو فسوق الكنتو برضو خروج أمير قرارة من الدائرة الفوليسية والاختيار وكده إلى الأعمال الاجتماعية انت شايفها ازاي هي هتبقى مغامرة نقلة لازم يبزل فيها مجهود ولا هتعمل ايه والله أنا شايفها نقلة للسلاسي بصراحة وهو عمل يعني حتى من البسترات بتاعته ومن الصور اللي طلعت من الكواليس فيه مجهود جبار وفيه حجم إنتاج ضخم جدا وبنشوف برضو مصر بشكل مختلف بأزياء مختلفة خليها رفض عنوان النهاردة نقول مصر جميلة ده نمرة واحد من أول يعني المشاهد الأولى صحيح يعني خليها نقول جمال مصر ده عنوان في الدراما جمال مصر في الدراما العنوان التاني ايه أحلى الأفيشات اللي عجبتك يعني والله أنا عجب دي سؤل كانت ورغم الأفيش رغم التعليقات اللي عليها لأنك التعليقات يعني حقيقة ملهاش محلة من الأعراب زي ما بيقولون تترات عودة الكبار عودة الكبار يعني محمد مونير عامل تتر سرور باتع شيء بديع وعمل كمان تتر تاني وعمل كمان تتر تاني حضرة محمد الحلو عامل تتر حمد الحلو ليه الحلمية تعود متحد صالح يعني حقيقة نقول برضو يعني نكتب عنوان تاني جمال مصر عودة الكبار في التترات حنال ماضي كمان بتعود كذا حد صراحة بيعود مرة تانية ومقدمين حاجات رائعة صراحة المخرجين من تمتظر عمله والله هو من المسلسلات اللي أنا شفتها حاليا طبعا ما قددتش أشوف كل الأعمال لكن أنا شايف المسلسل سره باتع طبعا خالد يوسف عامل مجهود كبير جدا وإضافة لوجوده في العالم الدراما بعد نجحته في السينما مسلسل رسالة الإمام حلو جدا ولسه فيه عمل تانية برضو وحنشوف ومنذوق تحت الوصاية كمان احنا شفنا من البرومو حاجة مبشرة جدا صراحة يعني محمد شاكر واضح نوع عامل مجهود كبير هل أقدر أخذ عنوان وأقول المتحدة تنافس بإنتاج قوي؟ طبعا تنافس بإنتاج قوي طبعا إنتاج قوي ومحترم طب الممثلين من النجوم اللي أنت شايف أنهما ممكن يعني يبقوا متصدرين يعملوا مفاجآت والله أنا بالنسبة لي نيلي كريم من أهم المفاجآت لأن أنا أول ما عرفت أنها هتقدم صعيدي الأول مرة أنا كنت متخوف شوية بس أول لأنني نيلي ملامحها يعني أوروبية أكتر ولكن النهاردة مع أول مشهد شفتها فيه أيوة الملامح الأوروبية مصريين تلبسة الشخصية بشكل كبير ولكن المصري مصري يعني صحيح وهي متقنة جدا للهجة مين المؤلف اللي منتظر يطلع منه حاجة برضو مختلفة تشدينها يعني والله أنا منتظر عندنا مؤلفين الحقيقة عندنا مؤلفين كتير لو بنعمل ماراثن في البداية يعني مين منتظرين مين لا أسماء كتير أسماء كتير صراحة ومش أعرف أصل لمحد بس يعني الحلقات اللي أنا شفتها كلها قصص يعني متميزة وبيحط قضيهم على قضايا لازم كانت تتناقش سواء قضايا الميراث قضايا العمودية بالنسبة للمرأة حتى رحلات الكفاح مثلا في درب نار حاجات كتير حقيقة متميزة أيوة درب نار برضو من الحاجات اللي فيها الكوميديا وكفاح طبعا ياسمينة عبد العزيز وأحمد العوض هل أقدر أقول عنوين كده أقول بأنه يعني الانتاج المصري وصناعة الدراما في مصر بخير مع هذا التنوع ولا برضو كان ينقصها شيء يعني أنت كناقض تشوفي أنا شايفة بخير بقالها فترة طويلة صراحة يعني كل الحملات اللي بتطعط دي حملات ممنهجة وبتحاول تضرب الدراما وتشككنا في نفسنا والأسف إحنا عندنا بعض الناس عندهم سهل إن هم يشكوا في نفسهم وسهل إن هم ينظروا نفسهم نظر التقزم ودي حاجة غريبة جدا بصراحة يعني لو هم عندهم وقت يقرؤ أو وقت يتصفحوا الانترنت أو يجيب كتب ويشوفوا لأ حيعرفوا أن احنا متميزين لو أنت مكان الدولة وبننتج كده مسلسلات ففيه شق يقولك أروح للترند والحاجات اللي تعمل تريندينج مش مهمة تدر المشاهد وقاعد في بيته أو تدر المجتمع أو تاخد زواهر مش موجودة أصلا ولكن تلاقي الجانب التاني يقولك لأ أنا عايز أعمل عمق وعمل وعي وأخدم الناس وأقدم حقايا شوف أقولك على حاجات تريند المصري يعني ليه؟ عشان أنت هنا مش فيهاش تجارة أنت لا تتاجر بالناس أول ما بتتحول المسلسلات لسلعة خلاص أنت بتدوري على اللي بيشتري أغلى واللي بيشتري أكتر والسلعة الرضيئة بتتباع بشكل كبير في كل حتة وبتكسب كثير أكيد وتفضل الدولة هي الوحيدة اللي هي قادرة كمان يبقى عندها وعي أنها تنتج لمواطنيها وقتنا خلاص للأسف وانت عارف إحنا في ماردون أصلا درامي بشكرك جدا وأكيد لنا وقفات تانية لما المسلسلات تدخل النقد الفني الأستاذ علي الكشوتي بشكرك شكرا جزيلا الوقت بيجري على طول والشهر الجميل بدأ كل سنة وانتوا طيبين فعلا وشهر الفرحة كملوا وتبستوا وان شاء الله باليمن والبركات والدعوات هنعدي كل حاجة حلوة وما تبقى علينا نحن في الإعلام أن نمتعكم كل يوم بدراما حلوة ومسلسلات وبرامة تسبحوا على ألف خير غدا يتجدد اللقاء مع التاسعة شكرا لكم